عايزة روح للأخبار النهاردة طبعاً رجعت الفرقة مران التمرين صباحي أطمنكم الأول على ديانج ديانج النهاردة ديانج وربيع الاتنين مع بعض كان ليهم كده برنامج تأهيلي دخلوا الجيم لفوا حوالين التراك عبد المنعم طبعاً دي لقطات من تمرينة النهاردة الصبح ووارد جداً نشوف أسماء تشارك أو تظهر لأول مرة مع الألف مطش الداخلية يعني أعتقد أنه بعدما الراجل عادة من مطش السوبر وحقق البطولة وطمن على شكل وأداء وهو نفسه كان بيقول أنه أنا فجأت بسرعة استيعاب العيبة لفكري وطريقتي في الشغل فوارد جداً تشوف العيبة تظهر لأول مرة طبعاً يانك وميشيل اشتغل مع حراس المرمة الأربعة الشناوي وأولطفي وشوبير وحمز علاء وربيعة زي ما انتم شايفين كده وديانج يمكن عملوا بعض التدريبات في الجيم وجيريو في الملعب أنت عندك فترة توقف طويلة أنت تقريباً دخل في شهر يعني من 2 نوفمبر إن شاء الله بإذن الله المطش اللي بعده يبقى 2 ديسمبر مطش الجيش في الدوري رابع معاجهات الآله في الدوري هيكون 2 ديسمبر فعندك شهر كامل طبعاً أكيد الجهاز الفني مش هيوقف يعني الشهر ده هنستغله أفضل استغلال ممكن يبقى فيه بعض المطشات الودية عندك في أواخر نوفمبر هيكون برضو فيه مطشات كسر ربطة وفرصة تدي للعيبة تدي علي لطفي تدي محمد هاني تدي الشحات تدي محمد أشرف تدي فخري وفخري من الورد جداً لأن الراجل مقتنع بيه قوي وورد جداً تشوفه في مطش الداخلية بيشارك في سكواد الأهل ترجمة نانسي قنقر